مأساة جديدة بيقدمها لنا مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس سياحية الكومي اللي يومياً بيبدع فيه الأزمات يبدع فيه عدم حل أو عدم محاولة حل أزمات النادي الإسماعيلي النهاردة لعيبة النادي الإسماعيلي عندها تدريب عادي لأن فيه مباراة مهمة جداً يوم الجمعة القادم قدام بيرامدس يعني من أندية الصفوة حالياً وإنت بسم الله ما شاء الله كلعيبة وكجهاز فني وكإدارة في المركز الستاشر ومعاك تلات نقطة وبتلاعب واحد من أندية الصفوة النهاردة التدريب الرئيسي اللعيبة مش عايزة تتدرب لأن لها مستحقات متأخرة وأكدت أن هي مش هتتدرب إلا لما تحصل على مستحقاتها المتأخرة وبالفعل النهاردة التدريب بتاع النادي الإسماعيلي الأساسي الرئيسي لمباراة بيرامدس الصعبة المفروض أنها مصرية بالنسبة للعابين لم يقام طبعاً المهندس يحيق كومي ومجلس إدارة النادي الإسماعيلي حاولوا أن هما يحلوا المشكلة بالجلوس مع لعيبة النادي الإسماعيلي كباتن فرق أبار محمدي وعمر الوحش خدوا وعود بيه طب خلينا نتكلم الأسبوع الجاي مع رئيس النادي طب الشهر الجاي طبعاً هما كانوا خدوا وعود قبل كده كتيرة ولم تنفزوا في النهاية اللعيبة نفزوا اللي هما عايزينه ومشاركوش فيه تدريب الفريق النهاردة ما عرفش إزاي الجهاز الفني حيستعد أو حيؤدي الخطة الأساسية حيقولها إزاي للعيبة النادي الإسماعيلي عندهم ماتش صعب جداً يوم الجمعة مع بيرامدز ولله الأمر من قبل ومن بعد الأمور داخل النادي الإسماعيلي بتسير من سيء إلى أسوأ بدون أي حلول من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لعيبة النادي الإسماعيلي الأجانب كلها بتهرب يعني سمعنا ديجو بقى الأرجنتيني ده هرب كارميلو هرب نور الزمان الزموري هرب مبارح كان نهاية المسلسل اللي مش نهايته حلقة من حلقات المسلسل خالد النبريسي مهاجم الفلسطيني بيهرب وكل ده بيهرب وبيطالب بمستحقاته هيقدم شكوى اللعب اللي بيهرب من النادي الإسماعيلي بيلعب بعد كده عادي جداً والشكوى بتفضل مستمرة وبتروح وبتيجي وفي الآخر النادي الإسماعيلي هو اللي بيتحمل أخطاء مجلس إدارته أنا بصراحة بحسد المهندس صيحي الكومي على قدرته الغريبة قدرته القوية على التعاقد كل موسم مع لعبين أجانب ولعبين جدد وفي الآخر لما يقولوله فين فلوسنا يقولهم فوت علينا بكرة أنا مستغرب على قدرته إنه يتعاقد مع اللعيبة دي كلها وما يدهاش فلوسها طيب النهاردة اللعيبة كلها ما خدتش فلوسها وكلها ما تدربتش هو بغض النظر إن ده موقف غريب من لعيبة النادي الإسماعيلي لأن الحالة المادية في جميع الأندية صعبة مش في الإسماعيلي بس خلينا نكون كده بنتكلم بصراحة فإن أنت مش قادر تصبر حقك أنت فلوسك حقك تاخدها لكن يعني اعملوا حساب للجماهير اللي بتساندك وبتقف معاكو والوحيدة اللي بتدفع الجماهير والله العظيم هي الوحيدة اللي بتحزن الوحيدة اللي بتشيل هم النادي الإسماعيلي اللي عايزة تشيل من جيوبها وتديكو أنا عارف إنه حقكو أنا عارف إنه خدتوا وعود كتير لكن في النهاية ألعبوا عشان الجماهير زي ما كابتن علي بو جريشا قالوكو لما كان فيه احتفال من فترة بعيد ميلاده قالوكو ألعبوا عشان الجمهور ده ليه عليكو حق أنا عارف إنه الظروف صعبة أنا عارف إنه أنتوا ما بتاخدوش الفلوس لكن الجمهور له عليكو حق أعتقد إن الجماهير النادي الإسماعيلي ومسندتها ليكو رغم إنكم للموسم الرابع على التوالي الفرقة في الثلاث مراكز اللي تحت حتى الآن لكن رغم كده الجمهور أعلى معدل حضور جماهيري بيحضر هو جمهور النادي الإسماعيلي علشان يشجع اللاعبين اللي بيتمردوا مش عايزة أقول بيتمردوا بيرفضوا التدريب طب هيلعبوا إزاي بعد بكرة يعني ممكن بعد بكرة اللاعبها متروحش المطش مثلاً ولا إيه مش عارف أنا معرفش الحل اللي بيحصل في داخل قلعة النادي الإسماعيلي القرع العريقة دي هيكون حلو إيه الدنيا هتمشي إزاي مش عارف مهندس إيحا كومي بيقول فيه تصريحات بقى إيه بعد اللي حصل النهاردة من اللاعبة بيقول إن كشف المستجدات بتاعة أزمة المستحقات المتأخرة للعيب الفريق الأصفر وقالك كومي الفريق لم يتدرب اليوم وهو في المعسكر داخل نادي الإسماعيلي رئيس النادي بيقول الفريق ما تدربش أنا عامل إيه وأضاف اللاعبون ليهم مستحقات مالية متأخرة واليوم سيعقد أيمن الجامل المدير الفني جلسة معهم للحديث عن ذلك الأمر وواصل غداً سوف أذهب لمعسكر الفريق وأعقد جلسة مع اللاعبين وسوف أتحدث معهم على أمل الوصول لحل في هذه الأزمة وأكمل أوجه رسالة للعيب الإسماعيلي وهي أن من سيتحمل ظروف النادي فنحن نرحب به ومن لا يقدر على التحمل فليذهب في طريقه بعيداً عن الدرويش وأتم تصريحاته تواصلت مع محافظ الإسماعيلية ووزير الشباب والرياضة من أجل مساعدة الإسماعيلي وفي انتظار مساعدتهم وتعاد الإسماعيلي طبعاً مع فيوتشار قبل أيام ويحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد ثلاث نقاط بعد مرور ست جولات ويتولى أيمن الجمل مدير الكرة بشكل مؤقت خلفاً لإخوان جريدو والحسابة بتحسب نفس العجلة اللي بندور فيها كل موسم أنا مش بلوم على مجلس الإدارة بس مجلس الإدارة بيتحمل تركة صعبة أنا عارف المسؤولية صعبة والفلوس كتيرة جداً اللي بتتصرف أو محتاج إن مجلس الإدارة يوفرها لكن في نفس الوقت أنت يا مجلس يا إدارة اللي تحملت المسؤولية أنت عارف إن مسؤولية النادي الإسماعيلي صعبة أنت عارف إن اللي بيجي رئيس للنادي الإسماعيلي بيكسب شهرة بيكسب نجاح في شغله بالتأكيد بيكسب معرفة بي كل دي مكاسب يعني أنا لو جيت رئيس المجلس الإسماعيلي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي هتصل بالسيد المحافظ وهتصل بي السيد وزير الشباب وهقول لهم ساعدوا النادي الإسماعيلي ده اللي أنا هعمله وده اللي أي مشجح هعمله إيه جديد فين دور حضرتك أنا عارف والله العظيم إن الحمل صعب لكن فين دورك النهارده محمد عمار مدافع الفريق اللي عمل صليبي النهارده فاط بيء الكيل بيشكي على صفحات التواصل الاجتماعي وبيقول إن مجلس الإدارة لما جال قطع فيه الرباط الصليبي لم يتحمل فلوس العملية مين اللي اداله فلوس العملية بيقول كباتن الفرقة زي ما أنا قلت قبل كده عمر الوحش وبهر المحمدي جمعوا فلوس علشان لعب في النادي الإسماعيلي يعمل العملية يا مجلس الإدارة وبيقول إن مفيش حد اتصل بي النهارده كان داخل يعمل التأهيل في الجيم فالجيم قاله مفيش قفلنا ليه؟ مجلس الإدارة ما دفعش الفلوس اللي المفروض يدفعها علشان يأجر بيها الجيم علشان حضرتك تعمل التأهيل من الصليبي الولد بيعمل الصليبي التاني على التوالي يعني محتاج حرص محتاج سرعة محتاج خبرة في التأهيل قالوله روح مجلس إدارتك ما دفعش وبقول إن مفيش حد في مجلس الإدارة بيتواصل معايا وأنا فاض بيك كيل وأنا بلعب في نادي كبير أحد أكبر الأندية في مصر وفي الدول العربية وفي أفريقيا الحال في النادي الإسماعيلي سيء 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 ويسير من سيء إلى أسوأ مش مبارح النبريس يهرب النهاردة اللعيبة مش عايزة تتدرب محمد عمار مش تلاقي حد يعالجه إيه البقس ده؟ ليه كده؟ ليه؟ ليه يا مجلس الإدارة؟ حضرتك بتعمل إيه؟ حضرتك قاعد بتعمل إيه؟ وأنا شايف بعض الصفحات بتدعو عضاء مجلس الإدارة للإستقالة فأنا لما جيت فكرت قلت طب هما لما يستقلوا اللي حيجي هيصرف عن نادي منين؟ بعد كده لما دورتها في دماغي قلت ما اللي حيجي حيعمل زي ما هم بيعملوا حيكلم المحافظ والسيد الوزير يقول لهم ادفعونا فمش فرقة انتوا جيتوا بوعود معينة منفزتوهاش اتصرفوا الفريق جمع عنده مباراة مهمة يعني أنا مش فاهم أنا طبعا فيه ناس حتقول يعني المفروض ان احنا ما نتكلمش في الحاجات دي قبل مباراة مهمة للفريق يوم الجمعة اذا كان الفريق نفسه ما تدربش اللعيبة ما تدربتش التدريب الرئيسي قبل مباراة من اهم ومباراة الفريق في الموسم والفريق عامل مطش كويس من يومين وكلنا كل جماهير النادي الاسماعيلي اشاد باللعيبة وفرحانة بمستوى اللعيبة اللعيبة ما راحتش التدريب عشان ما بياخدوش فلوس اللعيبة بتهرب علشان ما بتاخدش فلوس اللعيبة بتتصاب ما بيتعمل لاش العملية يعني النهاردة فيه ناشئ اسمه احمد عبد السميع وهو اخه محمد عبد السميع على فكرة في قطاع الناشئين جاله رباط صليبي هتعملوله العملية ولا لا عبدالله محمد المدافع عمل الصليبي هتعملوله تأهيل ولا لا انا مش عارف الامور في النادي الاسماعيلي ليه وصلت للحجم ده من الفشل في الادارة والفشل في كل شيء طبعا كابتن احمد سمير فرج النهاردة نجمي الاسماعيلي الاسبك كان بيتكلم عن المشكلة دي بيقول ان اللعيبة خدت وقود كتير ان هي هتاخد فلوسها لكن ما بتاخدش وعقدوا جالسة مع الكابتن ايمان الجمل والكابتن ايمان الجمل قال لهم لو ما خدوش فلوسكو يوم 15 انا هستقيل يعني بكرة ممكن نلاقي الاسماعيلي داخل مباراة بيرامدز بدون جهاز فني وبدون لعيبة انا اعتقد انه ممكن اللعيبة يعني تقول مش هتلعب المطش انا مش عارف الامور رايحة بينا فين في النادي الاسماعيلي النادي الاسماعيلي مطلوب انه هو قبل يناير يدفع 28 مليون جنيه لنادي النجوم النادي الاسماعيلي المفروض انه هو يدفع فلوس الزموري وفلوس النبريس وهم اصلا ما استفادش منهم لك الله يا جماهير النادي الاسماعيلي جماهير النادي الاسماعيلي هي العنصر الوحيد داخل قلعة الدرويش اللي بيخاف بالفعل ويستحق ان احنا اللي نزعل عليه على الجماهير مش على مجلس الادارة ولا على اللاعبين اللي مش عارفين قدروا قيمة النادي الاسماعيلي يعني اشوفكم على خير بإذن الله بعد مباراة يوم الجمعة مباراة نادي برمز والفريق يكسب بقى بأي طريقة بأي معجزة اعتقد ان جماهير النادي الاسماعيلي هتفضل وراء فرقتها مهما شافت من تصرفات سيئة من جميع الاطراف اشوفكم على خير بإذن الله شكرا ديكم السلام عليكم